باشر فرع حلبجة لمنظمة التبرع بالدم الحياة بإطلاق حملة للتبرع بالدم من أجل توفير الدم اللازم لمرضى الثلاثيمية في عطلة عدل الفطر المضارك وذلك بالتنسيق مع مصرف الدم في مدينة حلبجة منظمو الحملة شادوا بالمشاركة الواسعة للمتبرعين في هذه الحملة وجميع الحملات المنظمة من أجل تقديم المساعدة في حماية وإنقاذ حياة مرضى الثلاثيمية قمنا في فرع حلبجة لمنظمة منح الدم والحياة بالتعاون مع مصرف الدم في مدينة حلبجة بإطلاق حملة للتبرع بالدم لمرضى أطفال المصابين بثلاثيمية والهدف من إطلاق الحملة في هذا التوقيت هو توفير النسبة الكافية من الدم لمرضى ثلاثيمية في مصرف الدم في عطلة أيام عيد الفطر المبارك لنكون نحن وذوي المرضى المصابين بثلاثيمية مرتاح البال بوجود نسبة كافية من إحتياط الدم لنضع البسمة على وجوه المرضى وذويهم خلال عيد الفطر المبارك وأشكر أهالي مدينة حلبجة لتلبية ندائنا وهناك إقبال كبير من قبل المتبرعين للمشاركة في الحملة وهذه الحالة الموجودة داخل المدينة ظاهرة نفتخر بها دائما وأشكر كل المساهمين والمشاركين في حملة التبرع بالدم والحياة